التقى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح اليوم بوفد النادي الكويتي الرياضي للمعاقين المشاركي في دورة الألعاب البرلمبية والتي ستفتتح اليوم في ريو دي جانيرو وتسمر حتى الثامن عشر من شهر الجاري وعرب الشيخ سلمان الحمود عن تقديره للجهود التي تم بذلها من قبل لاعبي النادي الكويتي للمعاقين المشاركة في هذه الدورة والاستعداد الجيد لها مشيدا بما حققه النادي خلال مسيرته المتواجب العديد من الميداليات